هكذا تهتز المنازل خلال زلزال بقوة ست درجات هؤلاء الصغار في تشيلي يتمرنون على مواجهة هزة أرضية محتملة بهذه الكوة الأوامر هي الإنحناء وحماية العينين والوجه والتمسك جيدا الأطفال يعيشون هنا شعور الزلزال في إطار اختبار عملي ولسيما مع محكاة الزلزال يمكنهم تذكر ما شعروا به في السابع والعشرين من شباط فبراير وما هي الوسائل لمواجهة هزة عتيدة السابع والعشرون من شباط فبراير عام 2010 يوم لا يمكن بسهولة نسيانه في هذا البلد زلزال عنيف بقوة 8.8 درجات على مكياس ريختر أودى بحياة 500 شخص ومن بين الضحايا 150 شخصا قضوا بفعل الأمواج التي تبعته فإنذار تسونامي لم يعمل جيدا اليوم الأولوية هي تعليم السكان ضرورة التوجه إلى المرتفعات بعد الزلزال وللغاية تنظم الحكومة تدريبات على صعيد واسع برامج الإجلاء هذه يجب تطبيقها في كل تشيلي وليس فقط على الساحل تشيلي هي من أكثر البلدان التي تشهد نشاطا زلزاليا في العالم وأيضا من أكثر الدول استعدادا فالمهندسون يشتهرون بتصاميمهم المقاومة للزلازل انهار فقط مبنيين اثنين في سانتياجو إثر زلزال العام 2010 والتحدي الآن هو أن لا يتحرك شيء حتى في داخل البيوت الفلسفة في الأنظمة الجديدة هي في حماية الأساسات ولكن أيضا حماية الداخل كي يبقى كل شيء في وضع سليم ولكي تستعاد العملية الطبيعية في أي وقت يمكن أن تهتزى الأرض في تشيلي والحل لإبعاد شبح الخوف هو أن يستعد الجميع الكبار والصغار